تنضم إلينا الآن مراسلتنا كريستين ريناوي للوقوف معها على آخر التطورات والمواقف من الجانب الإسرائيلي تفضل كريستين رويدة الأبرز أن عمليا الجيش الإسرائيلي ومن خلال إحاطة قالها وأدل بها الناطق باسم الجيش الإسرائيلي عمليا هو اتهم حماس في لبنان وقال إن الحدث هو متعدد الجبهات ومركب ولكن الجهة المسؤولة عنه هي جهة واحدة وهي حماس في لبنان وحمل الحكومة اللبنانية مسؤولية اطلاق صواريخ من لبنان باتجاه الأراضي الإسرائيلية وقال أيضا في الإحاطة إن إسرائيل تفحص إمكانية ضلوع إيران في هذه الصواريخ التي أطلقت من الأراضي اللبنانية باتجاه المنطقة الشمالية في إسرائيل والحديث عن 34 صاروخا 25 منها قد اعترضتها القبة الحديدية 5 سقطت في الأراضي الإسرائيلية وأربع صواريخ يجري ومازال عمليا تحديد مواقعها قيد الفحص وبالتالي إسرائيل الآن تتهم وخصمها في هذه العملية هي حماس في لبنان بعد نحو ساعة ونصف سوف يلتأم ويجتمع الكابنت الإسرائيلي وهو المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية في إسرائيل لم ينعقد منذ نحو شهرين على الرغم من الأوضاع المتفجرة في الأراضي الفلسطينية المحتلة وعلى الرغم من مطالبات من قبل وزراء متطرفين في حكومة نتنياهو بنعقاد هذا الكابنت إلا أنه لم ينعقد منذ شهرين وبالتالي يجتمع هذا المساء في الساعة الثامنة والنصف بالتوقيت المحلي أي بعد نحو ساعة ونصف يجتمع في مقر وزارة الأمن في تل أبيب ليتم تحديث أعضاء هذا الكابنت بهذه العملية بناء على تقييمات واجتماعات تجرى الآن أيضا في مقر وزارة الأمن قبل نحو ساعة من الآن بدأ اجتماع لرئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي مع قادة ومسؤولين من بينهم رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلية رونينبار وأيضا ذعى الرسمية قالت إن نتنياهو قد شق طريقه وكان في طريقه إلى تل أبيب للاستماع إلى آخر التحديثات والتقارير الواردة عن هذا الحدث الأمني عمليا لم توجه تعليمات استثنائية لسكان مناطق الشمال ولكن كان هناك تعطيل بضبط الحال أغلق المجال الجوي أيضا أغلقت المتنزهات ونحن اليوم في يوم عطلة تزامنا مع أول أيام عيد الفصح اليهودي وبالتالي المتنزهات هي مليئة بالإسرائيليين أيضا تم إجلاء شواطئ من بينها شاطئ نهارية أيضا كان هناك فتح للملاجئ يعني هذا الوضع أربك الإسرائيليين في الميدان الوسائل الإعلام الإسرائيلية تحدثت عن ثلاث إصابات على الأقل جميعها وصفت بالطفيفة إلى جانب أن هناك أضرارا مادية في مرافق إسرائيلية جراء سقوط الصواريخ والمصادر الرسمية تتحدث عن سقوط خمس صواريخ على الأقل داخل الأراضي الإسرائيلية وبالتالي